بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الوراء خاتم النبيين وإمام المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإسلام فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الثاني والخمسون من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى في هذا اليوم الخميس غرة شهر جماد الآخرة سنة خمس وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم متتابعين في مدارسة هذا الكتاب ما أورده المصنف رحمه الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستكثرين في مجلسنا هذا من صلوات ربنا علينا عشرة أضعاف صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا يا رب صل على النبي المصطفى مهتزت الأزهار من نفس الصبى يا رب صل على النبي وآله ما كوكب في الجو قابل كوكبا صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل طفل أشيبا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا وقف بنا الحديث في فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعدما تم لنا بعون الله تعالى ليلة الجمعة الماضية الفصول المتعلقة بالطهارة فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في الوضوء وفي هديه في المسح على الخفين وفي هديه في التيمم عليه الصلاة والسلام فلما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الطهارة وأبوابها شرع في المقصود الذي من أجله شرعة الطهارة وهي الصلاة وهذه فصول تأتي اتباعا في هديه عليه الصلاة والسلام في الصلاة والهدي النبوي في الصلاة باب عظيم أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى الفصول التي نتدارسها في مجلسنا الليلة وما يعقبه من المجالس سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصلاة يا كرام أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الهدي النبوي في باب الصلاة من أعظم الأبواب التي يدرسها المسلم في حياته لأنها مدارسة وتعلم لأعظم موقف للمسلم في الحياة يتعلمه من أعظم من وقفه في الحياة صلى الله عليه وسلم صلاتك عبد الله أعظم مواقفك التي تقفها في الحياة وإذا تأسيت فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم واستننت بسنته واقتبست من هديه فإنك متأسن بأعظم من هذا من وقف هذا الموقف في الحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنه عليه الصلاة والسلام ومن هديه الكريم نتعلم حب الصلاة وملأ القلوب بتعظيمها والتعلق بها أو لم يقل وجعلت قرة عيني في الصلاة من هديه عليه الصلاة والسلام نتعلم إجلال هذه الشعيرة العظيمة والعناية بها في الحياة من هديه صلى الله عليه وسلم نتعلم أدب الصلاة والتهيؤ لها والاستعداد من أجلها قبل إتيانها قبل الوقوف في الصف واستقبال القبلة والتعظيم لله وتكبيره في الصلاة قبل أن ندخل في صفة الصلاة وهيئتها نتعلم من الهدي النبوي كل تلك الأبواب علمنا صلى الله عليه وسلم أدب الوقوف بين يدي الخالق بين أدب مناجاته سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه وأمرنا عليه الصلاة والسلام بسلوك هديه في هذا الباب وأن اقتفي أثره وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي فليس لنا إلا الاستجابة لهذا الأمر أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام ولما صلى ذات مرة على المنبر صعيد المنبر فصلى عليه وقف وركع ورفع ثم لما جاء للسجود رجع القهقرة فنزل درجات المنبر فسجد في أصل المنبر ثم لما رفع رأسه وقام إلى الثانية فعل كما فعل في الأولى ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نتعلم كيف نصلي كما صلى وأن نفعل في صلاتنا كما فعل في صلاته عليه الصلاة والسلام فنحن إذن أمة الإسلام في الهدي النبوي في الصلاة في هذا الفصل بين يدي منطلقين عظيمين أولهما هذا التوجيه النبوي الكريم والأمر الصريح صلوا كما رأيتموني أصلي أما إننا ما رأيناه وهو يقول صلوا كما رأيتموني نحن ما رأيناه لكن الذين رأوه وصلوا معه نقلوا ووصفوا ما رأوا وما سمعوا وما عاشوا رضي الله عنهم أجمعين كانوا أمناء والله ونقلوا كل شيء يتعلق بكل أبواب هديه في الحياة فكيف بالصلاة نقلوا الدقيق والجليل والصغير والكبير بل نقلوا الإسرار والإجهار يقول أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول حتى في الموقف الذي يسكت يبحثون عن هذا السكوت ما الذي يقالوا فيه فتعلمنا دعاء الاستفتاح ويقول الآخر يقول البراء رضي الله عنه رمقت الصلاتة مع محمد صلى الله عليه وسلم رمقتها يعني لحظتها ورصدتها وتتبعتها بدقة وحرص ليقف على كل التفاصيل هؤلاء الذين رأوا وسمعوا وعاشوا وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام نقلوا لنا كل تفاصيل الصلاة وها هي ذي دواوين السنة وأحاديثها العظيمة وكل ما ينقله أئمة الإسلام وعلماؤه البررة الكرام في أبواب الفقه والحديث رواية ودراية بما يتعلق بأحكام الصلاة كثير وفير مبارك حافل فيه كل ما يتعلق بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال صلوا كما رأيتموني أصلي خاطب صحابته رضي الله عنهم الذين عاشوا وكانوا يشاهدون ورأوا ما صلى فصلوا مثله ولما قال ذلك أيضا ويخاطبني أنا وأنت وكل الأمة من بعده إلى قيام الساعة ما رأيناه لكن هديه النبوي منقول لنا كأننا نراه صفة الصلاة منقولة لنا عنه عليه الصلاة والسلام كأننا نراها محفوظة مروية وأهل العلم كانوا ولا يزالون يتكلمون في استنباط أحكامها وسننها وأدابها هذا المنطلق الأول أمره الصريح عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أما المنطلق الآخر فلكل صادق في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكل صادق في التأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل متبع للسنة محب لها حريص عليها هؤلاء أولى ما يكون في حياتهم من التأسي والاقتداء باب الصلاة أكمل الهدي فيها وأعظم الاستنان وأصدقه في باب الصلاة نحن أمرنا باتباع السنة ولزوم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فباب الصلاة آكد الأبواب لأنها كما تقدم في صدر الحديث أعظم العبادات في شريعتنا أيها المسلمون وأعظم من أداها وصلاها نبي الأمة عليه الصلاة والسلام فإذا أردت أن تكون بين يدي الله في أعظم عبادة تؤديها لله في أكمل أحوالك بين عباد الله فتأسفها برسول الله صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله إلا هو والذي أكرمنا بهذا الدين وأعزنا بالإسلام وأكرمنا بهذه الشعيرة العظيمة أعظمنا شأنا في الصلاة بين يدي الله أكثرنا فيها شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الصلاة التي يصليها مسلم كلما كان في صلاته أعظم اقتداءا بالسنة وتشبها بصاحبها عليه الصلاة والسلام ها هي ذي الأبواب والفصول المتتابعة التي تحكي هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصلاة وجاء علماء الإسلام وفقهاؤه العظام فاستنبطوا الأحكام وبوّبوا الأبواب ونقلوا لنا تلك الصفات لكنها كثيرة ومسائلها جمّة وإذا كانت هناك مسائل وقع فيها خلاف الفقهاء أو تفاوتت فيها مذاهب العلماء فأحظها وأسعدها بالدليل أكثرها موافقة للسنة وهذا الذي سيصنعه المصنف رحمه الله فمنطلق حديثه في هذا الكتاب جملة وفي الفصول الآتية تحديدا في كل شأن من العلم والمسائل والأحكام فيها تقريرات بعض العلماء والفقهاء التي تتعلق ببعض دقائق مسائل الصلاة فإنه يجعل الراجح فيها والأكمل والصواب والأتم ما كان مروياً محفوظاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الله إليكم قال رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر قال الله أكبر أي تكبيرة هذه؟ تكبيرة الإحرام أول شيء يفعله إذا وقف في الصف ليدخل في الصلاة أن يكبر تكبيرة الإحرام قائلاً الله أكبر فتكبيرة الإحرام هي مفتاح الدخول إلى الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام أو التحريم لأن بها يحرم شيء كان حلالاً للمصلي قبل الدخول في الصلاة كالكلام والطعام والشراب والحركة والالتفات فإذا كبر ودخل في الصلاة حرمت عليه تلك الأفعال فسميت الإحرام أو التحريم أو تكبيرة التحريم أو الإحرام قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير فالتكبيرة هي التي يشرع بها المصلي في صلاته نعم قال ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفظ بالنية ولا قال أصلي لله صلاة كذا مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً ولا قال أداء أو قضاء ولا فرض الوقت فهذه عشر بدع لم ينقل عنه أحد قط بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن أحد من الصحابة ولا استحبه أحد من التابعين ولا الأئمة الأربعة قال لم يقل شيئاً قبلها يعني قبل تكبيرة الإحرام ولا تلفظ بالنية ولا قال أصلي لله صلاة كذا الظهر الثجر العصر الويتر الظحى مستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً أو أداء أو قضاء أو قال فرض الوقت يشير رحمه الله إلى ما يذكره بعض فقهاء المذاهب من استحباب تلفظ المصلي بنيته إذا وقف قبل أن يكبير فإذا تهيأ للصلاة قبل أن يكبير قال نويت أن أصلي لله صلاة الظهر أو فريضة الوقت ركعتين خلف إمام مأموماً أداء أو قضاء قال رحمه الله كل هذا الوصف في الجهر بالنية والتلفظ بها ليس محفوظاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا يروى بسند صحيح ولا ضعيف لا عنه ولا عن أحد من الصحابة قط بل ولا عن طبقة التابعين من بعدهم رحمهم الله بل ولا عن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع إلى هذه الطبقة إلى القرون المفضلة إلى الأئمة الأربعة ليس هذا محفوظاً ولا مروياً ولا يذكر في شيء من ذلك أمر التلفظ بالنية عند الصلاة السؤال فمن أين جاء به بعض الفقهاء ولماذا يذكرونه في كتب الفقه قال هذا كان من شأه بعض المواطن التي يشير إليها المصنف الأهل قال وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلام إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية وإنما مراد الشافعي رحمه الله بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا وكيف يستحب الشافعي أمراً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا أحد من خلفائه وأصحابه وهذا هديهم وسيرتهم فإن أوجدنا أحد حرفاً عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه يقول هذه روايات الآئمة الأربعة ليس فيها تصريح عن أحدهم أن هذا الذي قرره بعض متأخر الفقهاء أنه مروي أو ثابت وقد فرغنا من أنه ليس مروياً في السنة النبوية ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين رحمهم الله ولا عن الفقهاء الآئمة الأربعة رحم الله الجميع قال وإنما غر بعض المتأخرين قول الشافعي رحمه الله في الصلاة إنها ليست كالصيام ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر هذه عبارة الإمام الشافعي أن الصلاة ليست كالصيام بل لها ابتداء يبتدئه بذكر قال فظن أن الذكر الذي قصده الإمام الشافعي رحمه الله هو التلفظ بتلك النية قال وإنما مراده تكبيرة الإحرام ليس إلا وقرر هذا أيضاً بعض فقهاء المذهب الشافعي ثم أكد على هذا فقال لا يتصور أن إماماً كالشافعي رحمه الله يستحب ذكراً وألفاظاً مقصودة تقال قبل الصلاة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الأربعة ولا صحابته عامة رضي الله عنهم ثم هذي الصحابة محفوظ وسيرتهم منقولة فهل يمكن أن يكون شيئاً يتعلق بالصلاة التي تتكرر خمس مرات كل يوم وليلة ثم لا تجد عن واحد من الصحابة وهم بعشرات الألوف ولا عن الخلفاء الأربع ولا عن أي أحد منهم لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنهم كانوا يقولون نويت أن أصلي لله صلاة العشاء أربع ركعات مقتدياً بإمام المسجد الحرام كل هذا ليس ورياً ولا ثابتاً ولا محفوظاً ثم قال رحمه الله إذا كان ولا بد أن يكون لنا تقدير للأئمة واحترام لهم وحفظ لمقاماتهم فإن أوجدنا أحد حرفاً واحداً يعني في رواية عن الصحابة عن التابعين بل عن الأئمة الأربعة أنفسهم قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم لأننا واثقون من أن أئمة الإسلام وفقهاءه العظام لا يقررون استحباب شيء إلا بدليل ولا يصدرون في ذلك إلا عن سنة ثابتة ثم قال ولا هدي أكمل من هديهم ولا سنة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وسلم سنى الله إليكم قال رحمه الله وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها لا غيرها ولم ينقل عنه أحد قط سواها قال وكان دأبه في إحرامه لفظة الله أكبر لا غيرها ولم ينقل عنه أحد قط سواها يشير رحمه الله إلى أننا عندما نقول التكبير وبدء الصلاة بالتكبير فهو اللفظ من هاتين الكلمتين الله أكبر الذي يعرفه أهل الإسلام كافة عربا وعجما يكبرون الله في الصلاة يكبرون الله في أذكار الصلاة يكبرون الله في العيدين الفطر والأضحى يكبرون الله آناء الليل وأطراف النهار وكبره تكبيرا هذا المتبادر لا يعرف في تكبيرات الصلاة إلا هذا اللفظ أشهر ألفاظ التكبير السؤال هل يمكن أن يكبر الله بغير هذا اللفظ؟ نعم يمكن أن تقول الله الأكبر أو الله العظيم الله الأعظم الله الأجل هذا من حيث كونه تكبيرا يسمى تكبيرا لكنه لم يثبت في دخول الصلاة بالتكبير إلا لفظة الله أكبر يشير رحمه الله أيضا إلى خلاف بعض المذاهب في تقرير جواز التكبير في الصلاة بأي لفظ أفاد التعظيم فإذا قلت الله أكبر أو قلت الله الكبير أو الأكبر الله أو الله الأجل أو استبدلت لفظ الجلالة باسم الرحمن لأن الله يقول قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فإذا قلت الرحمن أكبر صح ذلك عندهم أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير قال فلما قال التكبير وهذا لفظ عموم كل لفظ يفيد التكبير تنعقد به تكبيرة الإحرام في الصلاة لكن السنة ليس فيها مرة واحدة في الصلوات التي صلىها نبينا عليه الصلاة والسلام مدى حياته فرائض ونوافل وقيام الليل في الحضر في السفر في البيت في المسجد ما ترويه زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وما يرويه صحابته رضي الله عنهم ما فيها أي رواية ولا واحدة ولا مر في حياته كلها أنه كبر بغير لفظة الله أكبر فهذا يؤكد أن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث تحريمها التكبير ليس المراد به العموم والاستغراق لكل لفظ يفيد التكبير بل يراد به العهد الذي يسميه العلماء حمل اللام هنا على المعهود لا على العموم إنما أراد التكبير الذي يعرفونه تكبيرا في الصلاة ليس إلا وهذا الذي أراد المصنفون رحمه الله تعالى لم ينقل عنه أحد قط سوى لفظتي الله أكبر حسن الله عليكم قال رحمه الله وكان يرفع يده معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يده معها مع إيش؟ مع التكبيرة تكبيرة الإحرام فإذا كبر رفع يده معها والمقصود باليدين هذه اليدان اليمنى واليسرى ممدودة الأصابع ليست مقبوضة ولا منثنية ولا منحريفة ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة فالتكبير هكذا ليس هكذا وليس مضموم الأصابع وليست هكذا بالأصابع بل بالكفين ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة ورفع اليدين أو الكفين يبلغ بها إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه وهما الكتفان جاءت الرواية بهذا وبذاك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن الصحابة من قال إلى حذو منكبيه فإذا رفعت يديك في التكبير ومددت أصابع كفيك واستقبلت بها القبلة ممدودة مبسوطة تجعلها حذو منكبيك إلى هذا الحذ في الارتفاع فتقول بها هكذا والرواية الأخرى قال إلى فروع أذنيه فترفعها أكثر مقابلا حذو أذنيك يعني بمستوى أذنيك من رأسك فإما أن تقول هكذا الله أكبر أو هكذا فلما جاءت الروايتان هل هما إلى المنكبين أو إلى الأذنين أجاب العلماء بجوابين إما أن تقول إنها روايات روية على التعدد وتغيرت الأوجه في السنة فيجوز هذا ويجوز هذا لأن بعض الصحابة روا هذا وبعضهم روا هذا وكل روا ما رأى وكل ذلك قد صحع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل على السنة التي تتعدد صفاتها وهيئاتها فيجوز لك أن تفعل هذا مرة وذاك مرة والجواب الآخر عند أهل العلم في الجمع بين الروايتين أن يقال رفع اليدين يكون ممتدا بين المنكبين والأذنين بحيث تكون رؤوس الأصابع قد بلغت إلى الأذنين ويكون أصل الكفين مقابلا للمنكبين فإذا جعلت بداية الكف مقابل المنكب تكون الأصابع قد حادت الأذنين وبالتالي فمن قال حذو أذنيه قصد رؤوس الأصابع ومن قال حذو منكبيه قصد أصل الكف وهذا أيضا جواب سائغ والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى وكان يرفع يده معها ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وروي إلى منكبيه في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين قال إلى فروع أذنيه وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح بن حبان قال إلى منكبيه فأبو حميد الساعدي ومن معه قالوا حتى يحاذي به ما منكبيه وكذلك قال ابن عمر أما حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فمخرج في مسند أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما ففي صحيح مسلم قالوا يحاذي بيديه منكبيه وقال وائل بن حجر إلى حيال أذنيه وحديث وائل رضي الله عنه مخرج أيضا في الصحيحين والسنن وله طرق متعددة تتفاوت ألفاظها ورواية إلى حيال أذنيه أخرجها أبو داود وأحمد والترمذي وقال البراء قريبا من أذنيه فقيل هو من العمل المخير فيه هذا الجواب الأول اختلاف الروايات تحمل على التعدد في ثبوت صفة السنة ويخير فيها المصل فإن فعل هذا أو فعل ذاك إن رفع يديه إلى مقابل منكبيه أو إلى حذو إذنيه كل ذلك من السنة الصحيحة وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفه إلى منكبيه هذا الجواب الثاني أنه إذا رفع يديه فتكون أعلاها رؤوس الأصابع مقابلا للأذنيه وتكون أصل الكفين أو الكف مقابلا للمنكبي حتى يجمع بين الروايات قال وقيل كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكفه إلى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع قال ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد الآن بعدما يكبر يأتي إلى وضع يديه في الصلاة قال يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد ما الرسغ؟ الرسغ هذا المفصل الذي يأتي بين الكف والذراع والساعد هو الذراع قال يضع بطن كفه اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد فإذا وضع يده على الرسغ والساعد كان بطن وسط كفه على الرسغ وأصابعه على الساعد ويكون أصل الكف على الكف هذه إحدى صفات ثلاث ثبتت بها السنة في صفة وضع اليمنى على اليسرى الصفة الثانية أن يقبض بيده اليمنى على رسغ كفه اليسرى فلا يجعل يده مبسوط بل يقبض بيمناه على مقبض كفه أو مفصل الكف وهذه سنة صحيحة أيضا ثابتة فالأولى هكذا والثانية هكذا وأما الثالثة فمد اليد على الذراع اليسرى لا يقبض لا على الكف ولا على الرسغ بل يمد باطن كفه اليمنى على ذراعه اليسرى ليس إلى المرفق بل على الذراع خاصة الثلاثة الصفات صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فهمت هذا يبقى السؤال فأين تضع يديك فهمنا أنك تضع اليمنى على اليسرى هكذا أو هكذا أو هكذا لكن أين تضع اليدين على الصدر أم على البطن فوق السرة أو تحت السرة هذا الذي سيبينه المصنف هنا الآن ثم يضع اليمنى ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى فوق الرسغ والساعد ولم يصح عنه موضع وضعهما هذه مهمة الجملة هذه تدل على أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث على طريقة المحدثين في الروايات الصحيحة تدل أين كان يضع هذه الكفين هل هو على الصدر على البطن فوق السرة تحت السرة كل هذا ليس فيه يا كرام رواية واحدة صحيحة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما الذي يوجد؟ مجموع روايات غالبها ضعيف لم يثبت بذلك منها شيء إلا أثر عن علي رضي الله عنه سيشير إليه المصنف بعد قليل أما الروايات المرفوعة أنه عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره يضع يده وضع يده على بطنه أو فوق السرة أو تحت السرة لا يصح فيها حديث عند عامة المحدثين وإن صحح بعضهم بعض تلك الروايات بمجموع الطرق والشواهد والمتابعات نعم ولم يصح ولم يصح عنه موضع وضعهما ولكن ذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة تحت السرة هذا الأثر عن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرجه أبو داود في سننه لكن الرواية ضعيفة قال رضي الله عنه السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة لو صحت الرواية لكانت مستندا قوي وضع الكف على الكف تحت السرة بأن يجعل الكف على الكف ويكون موضعهما تحت السرة هذا مذهب الحنفية وهو أيضا رواية عند الحنابلة وقال به عدد من الفقهاء لأنه من أجود ما روي في هذا الباب في تحديد موضع اليدين في الصلاة إذا كبر تكبيرة الإحرام إحسن الله إليكم قال رحمه الله وقال ابن أبي شيبة السنة ماروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة قال أبو إسحاق الجوز جاني قال أبو إسحاق الجوز جاني وأما ما ذكروا من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن علي قال من السنة في الصلاة المكتوبة وابع اليمنى على اليسرى تحت السرة هذا الأثر عن علي رضي الله عنه الذي تقدم مثله قبل قليل في سنن أبي داود رحمه الله فلذلك فإن الفقهة رحمة الله عليهم على أقوال في موضع اليدين في الصلاة عامتهم على أنها تكون على البطن إما فوق السرة وإما تحتها عامة أهل العلم من السلف والخلف والمذاهب الأربعة أيضا على أن وضع اليدين في الصلاة بعدما يكبر سواء وضعت الكف على الكف على الرسغ والساعد أو قبضت بيمناك على مفصل الكف أو بسطت اليد على الذراع فإن موضعها إما أن يكون تحت الصدر فوق السرة أو يكون أسفل من ذلك تحت السرة يقول ابن أبي شيبة رحمه الله السنة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي ثبت أنه كان يضع يمينه على شماله في الصلاة فقط هذا القدر الثابت في السنة لكن أين يضع يديه؟ قال الجوزجاني وأما ما ذكره من فوق السرة وتحتها فإني لا أعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت في هذا حديث ولهذا قرر الفقهاء أن المصلي مخير في الموضع الذي يضع يديه حال القيام في الصلاة فمنهم من قال يضعها فوق السرة تحت الصدر يعني في أعلى البطن وهذا موضع أيضا قال به طائفة من أهل العلم كما نقل هذا أيضا عن مذهب الشافعية وداود الظاهر وهو قول بعض السلف قال الإمام النووي رحمه الله مذهبنا أن المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته قال وبهذا قال سعيد بن جبير وداود رحم الله الجميع ومن أهل العلم من قال بل يضعهما تحت السرة كما تقدم وهو مذهب الحنفية وقول طائفة من السلف أيضا قال الإمام النووي رحمه الله قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق يجعلهما تحت سرته وبه قال أبو إسحاق المروزي وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة والنخاعي وأبي مجلز وعن علي رضي الله عنه روايتان فوق السرة وتحت السرة فهذا قول أيضا عليه طائفة أكثر من أهل العلم سلفا وخلفا وهي رواية أيضا عند الحنابلة في وضع اليدين تحت السرة هذان قولان شهيران ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أيضا التخيير في ذلك لأن الجميع مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن قدامة قال أبو البركات وعلى الروايات فالأمر في الأمرين واسع أي أمرين فوق السرة أو تحتها قال ولا كراهة لواحد منهما قال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعها تحت السرة قال وكل ذلك واسع عندهم قال ابن المنذر أيضا رحمه الله وقال قائل ليس في المكان الذي يضع عليه اليد خير يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن شاء وضعهما تحت السرة وإن شاء فوقها وقال النووي رحمه الله قابل المنذر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مخير بينهما بقي موضع ذكره بعض الفقهاء وهو وضع اليدين على الصدر وأصل ما روي في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى على الصدر لكن لم يقل به فقهاء المذاهب الأربعة ورأوا أن المقصود بالصدر هاهنا ليس الصدر هذا الذي يقابل البطن بل الصدر المواجه للإنسان في مقابل ظهره وفسرتها الروايات الأخرى أو روايات الصحابة وصفتها أن المقصود به تحت الصدر لا الصدر نفسه لأن وضع اليدين على الصدر فيه شيء من تشبه صفة صلاة اليهود وفيه أيضا عدم ثبوت ذلك صريحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا الرواية التي فيها أنه وضع اليمين على الشمال على الصدر وهذا أيضا مسلك لبعض أهل العلم وقال به طائفة من الفقهاء سلفا وخلفا فالأمر في هذا واسع يا كرام والمصنف رحمه الله بيّن أن السنة المروية ليس فيها حديث صحيح يثبت في تحديد موضع اليدين في الصلاة فمن وضع يديه تحت السرة فذلك له أثر ومن وضعه ما فوقه فبقال به أيضا طائفة من أهل العلم والأمر في ذلك واسع الرواية التي أخرجها أبو داود والنساء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصل قال فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا بأذنيه كما قلنا في رواية وائل ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه ليسرى والرسغ والساعدي فتشمل الكف اليمنى هذه ثلاثة الأجزاء من اليسرى على الكف فيكون أصل الكف على الكف وباطن الكف على الرسغ والأصابع على الساعد فبموضع واحد يصيب ثلاثة مواط في يده اليسرى ظهر الكف والرسغ والساعد هكذا هذه رواية وائل بن حجر رضي الله عنه وفي سنن أبي داود والرواية الثانية عند النساء عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله ولم يحدد أيضا الموضع الذي توضع فيه اليد على الصدر ليدل على ما تسبق من ذكر أن الأمر في هذا واسع ومن اللطيف في هذا كما ذكر بعض أهل العلم كأبي يعلى في طبقات الحنابلة سئل الإمام أحمد رحمه الله ما معنى وضع اليمين على الشمال في الصلاة يعني ما تفسير هذا فقال رحمه الله ذل بين يدي عزيز سبحانه وتعالى فالموقف الذي يقفه المصلي يقف فيه بأدب وخضوع فيكبر رافعا يديه ثم يضم يديه على بعضهما فيضعهما على صدره إخباتا وإذلالا لله جل وعلا نعم حسن الله إليكم قال رحمه الله وكان يستفتح تارة بقوله اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس انتهينا من تكبيرة الإحرام ومن وضع اليدين على الصدر في الصلاة أو على البطن انتقل الآن إلى أول ما يقوله المصلي إذا كبر ماذا يقول دعاء الاستفتاح ذكرها هنا لكم سبعة أدعية من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة بدأ بهذا الدعاء وإنما قدمه لكونه أصح ماروية من أدعية الاستفتاح حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في الصحيحين فهو أعلى أدعية الاستفتاح قوة في السند وثبوت في الصحة وهذا الدعاء نحفظه يا كرام ونعلمه لأولادنا ولطلابنا كيف نستفتح في الصلاة لأنه مما علمنا إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام وتقدم في صدر المجلس أن باه هريرة رضي الله عنه من حرصه جاء فسأل قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول يقول أراك إذا كبرت قبل أن تقرأ الفاتحة تسكت ما تقول في هذا السكوت قال عليه الصلاة والسلام أقول اللهم باعد بيني وبين خطايايا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطايايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطايايا بالماء والثلج والبر انظر كيف سأل الله ثلاثة أشياء بشأن الذنوب والخطايا ما هي؟ أول شيء باعد والثاني اغسلني والثالث نقني باعد يعني يا رب أبعدني عن الذنوب فدعا بشيء في المستقبل يا رب اعصمني ألا أعصيك والثاني اغسلني لشيء هو واقع فيه يسأل الله أن يغسله من أثره الثالث نقني من الذنوب في الماضي قالوا فسأل الله عز وجل بشأن ذنوبه وخطايا لماضيه وحاضره ومستقبله فيا رب باعد في المستقبل واغسلني الآن ونقني مما مضى عندما تستشعر معنى دعاء كهذا تقوله بين يدي ربك في الصلاة أول ما تدخل فيها يشعرك بعظمة العبادة التي دخلت فيها على ربك العظيم الكريم سبحانه وأنت ستشرع في قراءة كلامه وتتلو آيات من القرآن هذا الشعور يضفي عليك من جلالة شعور الصلاة وتعظيم الصلاة ما يحق لأجلها أن نقوم بين يدي الله عز وجل في الصلاة هذا أول أدعية الاستفتاح وهي الجمل التي سمعتم حري بالمسلم الحريص على السنة أن يحفظها ويحفظها من يحب زوجته وأولاده والديه وإخوته طلابه أصحابه الناس من حوله هذا من أول ما يحرص عليه المسلم لتعلقه بصلاة يؤديها مرات ومرات كل يوم وليل لربه سبحانه وتعالى أحسن الله عليكم قال رحمه الله وتارة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئ الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح كان يقوله في قيام الليل هذا من أطول أدعية الاستفتاح المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه طويل يناسب طول القيام في صلاة الليل كما كانت القراءة في صلاة الليل طويلة والركوع طويل والسجود طويل جاء دعاء الاستفتاح أيضا طويلا قال رحمه الله هذا الاستفتاح كان يقوله في قيام الليل وهو في صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه جمع العظيمة فيه اقتباس من آيات سورة الأنعام إن صلاتي ونسكي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيايا وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ثم فيه جمل من دعاء سيد الاستغفار ثم فيه جمل من مطالب عظيمة اهدني لأحسن الأخلاق واصرف عني سيئة الأخلاق فيه جمل من التلبية لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليه أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك دعاء عظيم وفيه جمل جليلة أفردها العلماء بالكلام لعظم ما اجتملت عليه قال المصنف رحمه الله المحفوظ أن هذا كان يقوله في قيام الليل يعني في استفتاح صلاة القيام هل يقرأ به المصلي في صلاة الفريض؟ الجواب إن فعل هذا جازة لكنه ليس السنة السنة إذا قام في الليل أن يقرأ هذا الدعاء حسن الله إليكم قال رحمه الله وتارة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا أيضا من جليل أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها هذه صيغة ثالثة من صيغ دعاء الاستفتاح الذي يسأل فيه الله عز وجل الهداية إلى الحق نعم وتارة يقول اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وقد تقدم فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس أنه كبر ثم قال ذلك والحديث طويل تقدم في هديه في النوم عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تلحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت هذا الدعاء أيضا من أدعية الاستفتاح التي حفظها الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما من أدعية دعاء استفتاح رسول الله عليه الصلاة والسلام في ظاهر الحديث أنه من أحاديث الدعاء مطلقة لكن رواية ابن عباس أنه كبر ثم قال ذلك إذن هو في موضع دعاء الاستفتاح وقد ذكره بعض الآئمة كمحمد بن نصر المروزي في قيام الليل فجعلها أيضا من أدعية الاستفتاح التي تقال في قيام الليل خاصة أحسن الله عليكم قال رحمه الله وتارة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفه هذا أخرجه بعض الأئمة كأحمد وأبي داود وابن ماجة من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه والحديث ضعيف في بعض رواة سنده مجاهيل ضعف من أجله الحديث وتارة يقول الله أكبر عشر مرات ثم يسبح عشرة ثم يحمد عشرة ويهلل عشرة ويستغفر عشرة ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشرة ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرة هذه سادس الروايات في صيغة دعاء الاستفتاح تبتدع بتكبير ثم تسبيح ثم تحميل ثم تهليل في كل واحدة عشر مرات ثم يقول عشر مرات أيضا استغفروا الله ثم يقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني أيضا عشر مرات ثم يقول هذه الجملة أيضا عشرا اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة في كل جملة عشرة مرات فكل هذه الأنواع قد صحت عنه وروي عنه أنه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره هذه سابع الصيغ وهي التي ربما يحفظها عامة المصلين ويقرؤون بها في صلاتهم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره أخرها المصنف رحمه الله من بين صيغ دعاء الاستفتاح لأنه يرجحها على غيرها كما ستسمع بعد قليل ويراها من حيث الجمل والمعاني وما دلت عليها أولى بأن تكون مقدمة على غيرها مع أنه صحح الروايات كلها لكن من حيث الترجيح رأى هذه أرجح ونقل أيضا هذا الترجيح عن الإمام أحمد رحمه الله هذا الدعاء يا كرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك يعني تعالى تعظمتك يا رب ولا إله غيرك أربع جمل تقولها في دعاء الاستفتاح ثبتت فيها الرواية مسندة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها بسند ضعيف عند بعض أهل السنن وإنما رجحها من رجحها لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته كان يجهر بها في الصلاة في المسجد النبو خليفة ويصلي إذا كبر يجهر بدعاء الاستفتاح قال أهل العلم أراد تعليم الناس في المسجد قالوا فهذا أمير المؤمنين من الخلفاء الراشدين المأمورين باتباع سنتهم المحدث الملهم رضي الله عنه يختار هذا الدعاء ثم يجهر به في صلاته يعلمه الناس وهو يصلي إماما في محراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن الله إليكم قال رحمه الله ذكر ذلك عنه أهل السنن من حديث علي بن علين الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد على أنه ربما أرسل ولهذا قال الإمام أحمد لا يصح هذا الحديث هذا الحديث نعم وقد روي مثله من حديث عائشة قال الإمام أبو داود وهذا الحديث يعني حديث أبي سعيد يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلى الوهم من جعفر قال البيهقي وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحاديث التي قبله أثبت منه ولكن صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به يعلمه الناس في مقام النبي عليه الصلاة والسلام يعني في محرابه في المسجد النبوي أخرج الإمام مسلم فالصحيح من حديث عبدة بن أبي لبابة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره وقال عبد الرزاق في المصنف أن عمر كان يعلم الناس إذا قام الرجل إلى الصلاة أن يقول سبحانك اللهم وبحمده وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره فدل هذا على أن جهره رضي الله عنه بهذه الصيغة وبهذه الكلمات في دعاء الاستفتاح كان المقصود تعليم الناس حتى يسمعوا دعاءه في الاستفتاح ويتعلموا به صفة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الله إليكم قال رحمه الله قال الإمام أحمد أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر ما الذي روي عن عمر سبحانك اللهم وبحمدك الصيغة السابعة ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاح كان حسنا وإنما اختار أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر طيب ها هنا فائدتان مهمتان كل موضع ثبتت فيه السنة بوجوه متعددة فالسنة الإتيان على هذا التعدد مثال دعاء الاستفتاح كم صيغة سمعت الآن سبعة فالسنة أن تقول هذا مرة وهذا مرة أن تطبق هذا أحيانا وهذا أحيانا حتى تحقق ثلاثة فوائد لك أنت في عبادته أولها تطبيق السنن فلا تفعل شيئا وتهجر شيئا بل تكون أتيت على السنن بما استطاع الفائدة الثانية أن هذا يجعلك غير معتاد على لفظ بعينه فتقوله غافلا عن معناه إذا غيرت بين صلاة وصلاة كان هذا أدعى إلى استحوار المعنى والفائدة الثالثة أننا بهذا أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال ذلك كله فنحن نحب أن نفعل كما فعل ونقرأ بتلك الأدعية التي دعا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم فالسنة لي ولك يا عبد الله حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلم هذه الصير وأن نكررها وأن نقرأ بها في صلواتنا على التنويع والتعدد الذي جاءت به الروايات سواء في صلاة الفريضة أو في النافلة أو في قيام الليل خاصة نفعل ذلك تأسيا ثم ساق المصنف رحمه الله في ختام كلامه على أدعية الاستفتاح وجوها متعددة جعل الدعاء بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أفضل من غيره من أدعية الاستفتاح من بعض الوجوه حسن الله إليكم قال رحمه الله وإنما اختار أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر منها جهر عمر به يعلمه الصحابة قدم حديث مسلم والأثر أيضا في مصنف عبد الرزاق ومنها اجتماله على أفضل الكلام بعد القرآن فإن أفضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا لفظ أحمد في الحديث أفضل الكلام أربع هذه الكلمات الأربع أفضل الكلام وأحبه عند الله وهذا الحديث في الدعاء مشتمل عليها ما تقول سبحانك اللهم وبحمدك هذا تسبيح وتحميل ولا إله غيرك هذا تهليم والتكبير أن تكبرت في تكبيرة الإحرام نعم وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام ومنها أنه استفتاح أخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء والثناء أفضل من الدعاء لما تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الحديث الاستفتاح كله دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فيه دعاء وبقية أدعية الاستفتاح فيه استغفار وفيه طلب هدايا بينما هذا الدعاء ليس فيه إلا ثناء على الله وأيهما أعظم الثناء على الله أم الدعاء من الله الثناء أعظم ولهذا كانت سورة الإخلاص ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن لأنها أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه ولهذا كان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل الكلام بعد القرآن فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات وبنها أن غيره من الاستفتاحات عامتها إنما هي في قيام الليل في النافلة وهذا كان عمر يعلمه الناس في الفرد ومنها أن هذا الاستفتاح إن شاء للثناء على الرب تعالى متضمن للإخبار عن صفات كماله ونعوت جلاله والاستفتاح بوجهت وجهي إخبار عن عبودية العبد وبينهما من الفرق ما بينهما نعم صفات الكمال لله وعظمته أعظ أجل وأكبر من حديث عن ذل العبد وفقره ومسكنته ومنها أن من اختار الاستفتاح بوجهت وجهي لا يكمله وإنما يأخذ قطعة من الحديث ويذر باقيه بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم فإن من ذهب إليه يقوله كله إلى آخره الدعاء كلما كان قصيرا حفظا ودعي به فإذا طال مثل حديث وجهت وجهي يقتصر على الجملتين الأولين منه ويترك باقيه وهكذا يخل بالسنة فهذا وجه آخر ختم به رحمه الله وتم به كلامه عن أدعيتي فالاستفتاح ليشرع بعد كيف يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة نأتي عليها في مجالسنا المقبلة إن شاء الله تعالى فاستكثروا جمعتكم ليلتها ويومها من صلاتكم وسلامكم على حبيب القلوب وأنسها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل على النبي إمامنا واعرض عليه صلاتنا وسلامنا ومن علينا يا كريم بشربة من حوضه تشفي بها أسقامنا اللهم صل وسلم وبارك عليه أزكى صلاة وأتم سلام إله الحق يا ذا الجلال والإكرام واجعلنا إله بالصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا اللهم أحينا على سنته وأميتنا على سنته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدين وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين